الحقيقة وأنا بتفرج على الفيديو اللي هتشوفوه كمان شوية ما جاش في بالي غير أبيات جورج جاردك اللي غنتها أم كلثوم في غنية هذه ليلتي والحقيقة رغم صعوبة الأمر واختلاف الحالة بين ليلة أم كلثوم وليلة الأطفال في غزة لكن فيه تماس كبير بينهم العصافير الصغيرة تهجر الأوقار وبدل ما تلهو بين الحياة في غزة الأطفال هم من يلهون بالحياة واحدة من الاستهدافات اليوم بصاروخ خفزة عشر لمدرسة أيواء النازحين في شمال قطاع غزة كما تشاهدون هذا هو المشهد تتحول هذه الحفرة فورا من حفرة صاروخ أسقط على المدرسة إلى لوحة تزلج للأطفال داخل مدارس النازحين هنا غزة وهنا شمال القطاع وهذه واحدة من الاستهدافات المستمرة رغم الألم والوجع والحزن والمعاناة المستمرة بيردد سنفرح رغم الجراح عدم وجود سيرك لم يمنع المهرج الفلسطيني على نقداد من تقديم عرض ترفيه لأطفال نازحين خارج مستشفى الشفاء ليه لا هو اللي متعود على اتحاقهم على طول واللي بتشوفوه في غزة لن يغير عدته المهرج اللي غادر شمال غزة هربا من الغراط يؤمن أن الفرح قادم لا محالة بأمل بينتظر طفله الذي سيولد هذا الشعر واللي استناه لأكتر من عشر سنوات معانا عبر الهاتف من معبر رفح على مقداد المهرج الفلسطيني والملقب بعمه علوش أولا أهلا وسهلا بك معانا علاء ومحاولات ومجهود كبير لإسعاد أطفال غزة بتحاول تقدمها إزاي أطفال بيستقبلوا عروضك المضحكة وسط هذا الكم الكبير من البكاء أهلا وسهلا بكم أستاذي كل احترام لكم الحمد لله أفلامة أهالينا في قطاع غزة الناس يقين إلى جنوب قطاع غزة رحم الله شاهدائنا الحمد لله على كل شيء طبعا أنا في كل إدوان إسرائيلي في كل تصحيح إسرائيلي على قطاع غزة أرسم الفرحة على وجوه أطفالنا في قطاع غزة أكون تواجد في أماكن الإيواء في جراسة من فتنة على وجوه الأطفال النازحين لكن لأول مرة غزة تمر على أرض أو إبادة جماعية فكنت الحمد لله نازح مثلي مثلهم قاربا من الأدوان الإسرائيلي إلى شفاء غزة وتم قطاع غزة في جواجد فيه وتم هروبي من شفاء غزة إلى جنوب رفع وأنا الآن عندما عبر رفع في جنوب ندينة رفع الصرود الأطفال عم علوش زي ما بينادون لك الأولاد يعني أنت الأطفال والعروض اللي أنت بتحاول تعملها لهم أنت بتحاول تعمل فيها نسبة من الترفيه أعلى للأطفال ولا حالة الحزن اللي هم فيها قادرين يتخطوها معك بشكل أو بآخر للقسف الشديد للقسف الشديد يعني يعني ملابس المغارجين ملابس الأهل السير مددير بيتي كله جهب لكن جعلوا ولدهم الجديد فنفرع رغم الجراح فنفرع إحنا الآن بمحكي أنه إحنا مهربين من أمام اليهود الأطفال عم معلوش إنتمعانا عم معلوش إنتمعانا أكيد أنا معاكم يا حبايتي لكن لكن ناخد أسبوع راحة أو أسبوع بعد انتهاء الحرب أو أهدنا صفيطة أن الصفل يتنفذ كيف تستطيع تأهيله لتفهمته لنأهيله من جديد لكي يعود إلى الحياة من جديد لكننا صناف رغم الجراح طبعا معلوش يا ترى اتحاك الأطفال أصبح صعب دلوقتي ولا برائتهم برضو لازالت تمس كل يعني تمس القلوب زي ما بتقال رغم كل الأحداث قادرين أنهم تكون بسمتهم مرسومة على وشهم بأفسط شيء أكيد يا أستاذ الصفل طفل الطفل بيت يلعب الطفل بيت يمرح نعني في أماكن إهواء في الوكالة لا حتى الآن ما فيه برامج نفهية ما فيه أي ما فيه سمية الصفل ينسح يعني لسه في حالة حرب نفسية بعد الحرب الإبادة اللي جماحية لطرف فيه غزة يعني بنتكلم اليوم عن تدمير نفسي للصفل للعمر مثل من العالم أو الجد والجدة بتذكر ونفسه 48 الصفل الآن راح يتذكر هذا اليوم إلى يوم الدين لكن إحنا موجودين سنطرح رغم الجراح إحنا بنطالب كل الأمم المتحدة بنطالب كل الوكالة اليوان الأنرواء من يعمل في أجل إرشاد النفط وإرشاد النفط في كل مكان يوفره أستاذ علاء مغداد أنا متشكر لك وجودك معنا علاء مغداد مهرج الفلسطيني والملقب بعمه علوش من معبر رفح شكرا لك مهرج الفلسطيني